التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس السربي السابق بوريس ساتاديتش والوفد المرافق له في مستهل اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى تطورات الجارية في العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا والتي تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022 حيث مثلت هذه الزيارة قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وعلى الصعيد الاقتصادي أشار مدبولي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تحسنا ملحوظا معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ومن بينها مجال الزراعة